ثمن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية للعمليات العسكرية الإسرائيلية قال نتنياهو أن الفيديو الذي ظهر فيه وهو ينتقد إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لحجبها الأسلحة كان ضروريا بعد أشهر من المحادثات مع واشنطن بدون حل المشكلة وزعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلية ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة لتجلب سقوط ضحايا مدنيين على حد تعبيره مؤكدا أن إسرائيل ستواصل نزع السلاح في غزة بشكل مستدام وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل على حد قوله